الحمد لله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله الحمد لله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله الحمد لله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله الحمد لله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ربي شعلي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم يفهم سليمان فهمنا اللهم يعلم آدم علمنا وبعد أيها الأحباب أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع أسئلة إخواننا المواطنين الأخ سفيان من الجزاء العاصمة يقول أنا مقاول وطلب مني بعضهم مقابل مادي لتسهيل عملية المناقصة هل هذه تسمى في الشريعة رشوة وكيف العمل بارك الله فيكم هنا سفيان ويسأل يقول أنا مقاول قدمت باش ندخل في مشروع قدرت مناقصة بعضهم طلب مني مقابل مادي يقول شكيت في هذا الأمر وش مقابل مادي هل تسمى هذه رشوة أو ماذا أخونا سفيان هذه ليس لها مسمى آخر إلا الرشوة ما عنداش اسم آخر لأن بعض أحيان الشيطان يحب يلبس على الإنسان المعصية يزينها له ما يسميهاش باسمها مثلا الخمر يقول لك مشروبات روحية يقول لك مشروبات كوحولية يقول لك مشروبات روحية مثلا تقول الرشوة يقول لك لا لا هذه كرامية هذه قهوة وغير ذلك من التسميات واضح ولا تقول له هذا رهو حرام يقول لك لا هذه ضرورة وهكذا يسميها بغير يسميها واضح هذه ليس لها اسم إلا الرشوة واضح ونذكر أخونا سفيان بأن الإنسان مطالب أن يكون ماله حلالا لأن المال حرام العياذ بالله لا بركة فيه وربي سبحانه وتعالى ويعياذ بالله يمحق لك البركة في ولادك وفي زوجتك كما جاء في الحديث صحيح لروه لمن مسلم في صحيحه قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ثم ذكر الرجل أشعث أغبارا يطيل الصفر شوف الإنسان هذا راه أشعث وأغبر مع أن الشعث والغبر هذا هذا من مواطن لستجابة الدعاء ربا أشعث أغبر ذي طمرين وأقسم على الله لا أبره يطيل الصفر دعاء المسافر مستجاب يمد يديه إلى السماء إن الله حي كريم كما جاء في حديث ابن ماجة كريم أحد أفعيده إلى السماء في رجعهمها صفر خائبتين ويقول يا رب يا رب ويا رب يلح في الدعاء ثم ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال وما أكله حرام وما شربه حرام وما البسه غا حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له فأنا يستجاب له إذن ربي سبحانه وتعالى لا يستجب الدعاء لأننا عايشين بالحرام لابد إذن نقّي مالنا من الحرام نقّي مالنا من الاختلاس نقّي مالنا من الرشوة نقّي مالنا من المال من أكل أموال الناس نعم وهذه رشوة والنبي عليه الصلاة والسلام غلّض من أمر الرشوة كما جاء في الحديث الصحيح ليرويه الإمام أبو داود في سننه والحديث يرويه كذلك الحافظ أبو عيسى الترميذي في جامعه قول أحد الصحابة لعنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراشي والمرتشي ما هو الراشي؟ الراشي إيش من فاعل؟ يعني لي مدى الرشوة؟ المرتشي ليشدها النبي صلى الله عليه وسلم لعنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراشي والمرتشي والحدث يرويه ابن حبان يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله الراشي والمرتشي هذا الحديث في أبي داود لعن رسول الله الراشي والمرتشي الحديث ابن حبان قال لعن الله ربي سبحانه وتعالى وما أدرك صاحب القوة المطلقة هو الذي لعنى الراشي والمرتشي وكما جاء في الحديث يرويه كذلك الإمام أحمد والبزار والحد يرويه كذلك الطبران في المعجم قوله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أحد الصحابة لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراشي والمرتشي والرائش انتبه الراشي ولي مدرشها واضح المرتشي هو لي أخذها شونا الرائش الرائش هو الوسيط الانترميديار الوسيط بيناتهم والعياذ بالله هذا داخل في الويل والعياذ بالله لعنى رسول الله الراشي والمرتشي والرائش الرائش هو الذي يكون وسط بين الراشي وبين المرتشي ولذلك العلماء قالوا أصحاب المسؤوليات وحدك عنده مسؤولية سواء رئيس بلدية ولا الضائرة ولا والي ولا وزير ولا أبو درعام قال هدية في حقه حرام والهدية في حقه ليس لها مسمى إلا الرشوة كما جاء في الحديث الصحيح لرواه الإمام البخاري النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا من الصحابة شو هذا رجل من الصحابة بعثه ليجمع له الزكاة بش يجمع له الزكاة لما جمع له الزكاة جاب الغنم قال هذه زكاة يا رسول الله وهذه لي أهديت لي قال هذه أهدوها لي ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام قال هل لا جالست في بيتي وأمك وأبيك هل كان يهدى لك لو كنت صادقا قال أنت وكان ما رحش بيسم أنك تجي مع الزكاة كان يعطيك هدية الهدية بش غدوة تتنقص له شيء من الزكاة هذا المقصود يعني إذا كان العلماء يقولون أن الرشوة لماذا الهدية في حق أصحاب المسؤوليات تعتبر رشوة في الشريعة لأن الرشوة كان لرشوة لي مدها مباشرة بعد العمل مباشرة يقولوا دين لي هادي نعطيك هادي هادي رشوة واضحة وكان مقدمة للرشوة هو يعطيك الهدية باش يقربك باش غدوة يجيب لك المشاريع انت جوزه جوزه على حساب غيره لذلك الرشوة في العالم الآن هي مدانة شرعا وقانونا الرشوة مدانة شرعا وقانونا الدول التي قامت اقتصاديا كلها لم تقم اقتصاديا حتى تقضي على الرشوة الدولة والأمة لما تقدرش تقضي على الرشوة ما تقدرش تدير نهضة اقتصادية مستحيل هذا كلام مجمع عليه الخباراء الاقتصاديون يقول المال الفاسد والرشوة اذا انتشرت في المجتمع نخرت المجتمع ونقوله اخونا سفيان شوية حلال ربع زوجي على فيه الباركة خير من كثير من الحرام وضرهم الماء يديهم الماء وضرهم الماء يديهم الماء اذا نقوله اخونا سفيان اياك ان تقع في هذه المطباء اسعى للحلال ولو قليلت على الحلال الله عز وجل يبارك فيه ان شاء الله تبارك وتعالى اخونا جعفر من السعيدة يقول هل هناك طريقة شرعية لتقسيم الأضحية في الصداقة والهدية والأكل يعني يقول هل هناك طريقة يعني العلماء على كل حال في مسألة الأضحية الأضحية النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث ليرويه الإمام مالك إمام مالك في الموطأ وهذا الحلال يرويه كذلك الإمام البخاري ومسلم يقول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ثم يقول عليه الصلاة والسلام ألا فكلوا والتصدقوا والدخروا كلوا كلوا وتصدقوا والدخروا والعلماء يقولوا يعني الإنسان في الأضحية التاع يكل منها ويتصدق منها ويتدخر منها ويخبر منها ويذهبوا لا يهدي منها لا حرج في ذلك بلا حد كما قال الشيخ خليل وجمع أكل وصدقة وإعطاء بلا حد يقول الشيخ خليل بن إسحاق المالكي مختصر خليل يقول عليه العلماء من لم يقرأ خليل فافقه عليل يقول وجمع أكل وصدقة وإعطاء بلا حد هذا أعطفها على المندوبات ونذبة يعني يستحب لإنسان نفر الأضحية وشيدير يأكل منها يقدر يأكل منها 90% ما فيش مشكلة إذا كان أولادهم يأكلوا شلحم يأكل 90% ما فيش مشكلة ويصدق شوية منها ويهدي منها شوية لا يشكال في هذا بلا حد أما من يعتقد بأنه لابد يقسم الأضحية ثلاث يأكلها وثلاث لا هذه ليست صحيحة يعني هذه الفكرة ليست صحيحة يقول الشيخ خليل وجمع أكل وصدقت وإعطاء بلا حد ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الحديث الذي رويه إمامنا مالك والبخاري ومسلم كُلوا وتصدقوا واتدخروا يعني لك أن تأكل منها وتصدق منها وتهدي منها ولكن الأفضل أن تجمع بين كل هذا يعني تأكل منها وتصدق منها وتهدي منها الأحباب والله نسأل يعيد علينا العيد بالخير واليمن والبركات والله نسأل يرفع عننا البلاء والوباء والغلاء وأن يصرف عنا شر الأعداء وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا أولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم جميعا